وقال جل وعلا مذكراً بفضل هذا الكتاب وعظم ما فيه من الفوائد والأحكام تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ليشير إلى أن العزة تكون لمن سار على هذا الكتاب وأن الحكمة تكون بسير الإنسان على مقتضى هذا الكتاب كان صلى الله عليه وسلم يرغب الأمة في تعلم هذا القرآن سواء كان تعلمًا لحروفه أو تعلمًا لمعانيه وأحكامه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده كما أخرده الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وخير من أعدادهن من الإبل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تعلم هذا القرآن وعلى حفظه وعلى نشره والدعوة إليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه وكان يدارس جبريل القرآن في كل عام مرة في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه شيئا من القرآن وفي العام الذي توفي فيه كان يدارسه مرتين ولذا نعلم أن هذا القرآن محفوظ وأنه لم يتطرق إليه تبديل ولا تغيير ولا نقصان ولا زيادة ونعلم أيضا أن الله قد حفظه من أن يكون هناك تحريف فيه لا يعلم به عباد الله وكذلك نجزم بأن حياة الأمة وصلاح أحوالها تكون بالتمسك بهذا الكتاب والسير على مقتضى تعاليمه والاهتداء بهديه فمتى كان هذا الكتاب بين أيدينا نعمل به ونتحاكم إليه كان هذا من أسباب نجاتنا وفوزنا قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال جل وعلا مذكرا بفضل هذا الكتاب وعظم ما فيه من الفوائد والأحكام تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ليشير إلى أن العزة تكون لمن سار على هذا الكتاب وأن الحكمة تكون بسير الإنسان على مقتضى هذا الكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر